أول شيء يعني وجودنا اليوم في الاعتصام السلمي هذا حق واجب بالعكس يعني يرفع الظلم عن أبناء الطلبة حنا سعينا من الأسبوع لطاف وطعنا في قرار وزارة التربية بخصوص اختبارات الورقية هذا الظالم يعني بخصوص الطلبة الموجودين يعني عندنا 49 طالب يعني حدوهم على الورقي وما سووهم بالتعليم الخاص والمدرس الخاصة رفعنا الطعون وقدمناها للمحكمة اليوم الاثنين راح يصدر قرار إن شاء الله والأربعة راح يصدر قرار ثاني يعني بس حنا اليوم تجمعنا على قولتهم لكشف الأغنعة وكشف أغنعة الأعضاء المتخاذلين للأسف اللي انصروا قضايا عديدة بس اليوم ما انصروا أبنائهم الطلبة إلا عضو واحد اللي هو سام الشاهين يشكر على حضوره قدمنا لنبي قدمنا الأدلة الوافية والكافية لرفع الظلم عن هذا أبنائنا الطلبة والباقي على قولتهم عند رب العالمين وبيد المسؤولين يعني ما فينا خير اليوم إذا ما قلنا كلمة الحق يعني دائم الشجعان لازم يبادرون وأنا واحد من ولد الوزارة أنا معلم في وزارة التربية المرحلة الثانوية بس أنا منه الميدان وعارف شنو المداخل والمخارج وعارف شنو الظلم الواقع على أبنائنا الطلبة فواجبنا وواجب وطني وشعبي للحفاظ على المجتمع كامل أنتوا عارفين 49 ألف طالب مع الإداريين والمعلمين نوصلة 80 ألف يعني اليوم لما نلقي الاختبارات الورقية راح نحافظ على مجتمع كامل نحافظ على صحة مجتمع كامل وما يتفشى وباء كورونا قالوا راح يقشون هذا أصلاً اللي يقول يقشون هذا ينظر من زاوية وحدة وهذا الأمانة غير محترم اللي ينظر لعياننا أنهم يبيقشون أو دلوعين عياننا متربين أحسن تربية وللأمانة خرجنا أجيال محترمين أنا معلم 11 سن في وزارة التربية خرجنا أجيال ومهندسين ودكاترا وضباط لخدمة هذا الوطن اليوم ما نطعم بعياننا معناها تحنى ما فينا خير عياننا فيهم خير والمستقبل قدامهم بس واجب علينا أن ننصرهم نقول التراجع هو الأنسب في ظل هذه الظروف التراجع ما هو عيب التراجع أحيانا شجاعة من المسؤولين وغياديين لما يطالعون الموضوع من جميع النواحي ويأخذون مطالب الشعب ويأخذون آراء المعلمين وهل الميدان التراجع شجاعة وليس خوف ترجمة نانسي قنقر